وبعدين يا فندم الخيانة من علامات الساعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة وسيدنا النبي يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك طب الخائن ولا تخن من خانك طيب خلينا ناخد كده صورة الأنفال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين وإما تخافن من قوم خيانة يعني يا محمد الكلام موجه للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بينه بين الناس حروب ومعاهدات لو شمت من الناس دي خيانة في النفاق والكلام ده فانبذ إليهم على سواء يعني حاول تتواصل معهم وتصل معهم إلى نتيجة والله لا يحبه الخائنين في خيانة بص يا فندم عارفة لدرجة الخيانة وصلت لإيه عارفة الكلمة لو أنا شهدت زور دي خيانة لو أنا كذبت خيانة واخد بالك من دي كمان عارفة لما حد يتصل بحد وشغل لسبيكر دي خيانة أو يسجله أو يسجله وسمع غيره خيانة أنا لما بعتلك فويس أو لسالة مسجلة بصوك فتعملها فورورد الحد وتسمعها مش من حقك تسمعها الحد دي أمانة بغير ما أقول لك إن سمعتها الحد أو وصلتها الحد تلك خيانة سواء أنت كشفت رسائلي مقروقة أو مسموعة أو منطوقة خيانة صحيح صحيح وأن الله لا يهدي كيد الخائن دي أمرأة العزيز كيد الخائن أيها بصة بتتكلم عن سيدنا يوسف بتقول ذلك وقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق كلمة حصحص لما قطعنا إيدي هنه لا ده ده بقى لما سجن سيدنا يوسف دي اللقطة التانية لما سجن والرجل اللي خرج سيدنا يوسف قال له ذكرني عند ربك فكر الملك بي درمني في السجن ونسيني خالص فالملك لما شاف الرؤية فقعد يفسره فقاله أضغاثه أحلام ده كلام مش إيه مش حقيقي وانا بس في حاجة من الأخبطانية هو الملك ليه سجن سيدنا يوسف وهو عرف إن قميصه قدة من دمر جميل جدا عشان يضرأ الفتنة وثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين عشان ما دعوه يتنسي عشان يحفظ على زوجته اللي هي اللي هي المتواجة يعني يبعده عنه بيبعده ويكتم على زي أقوله اكتم خبر مجوري الموضوع انتهي يعني هو أثبت أنه هو بريء فلما رأى قميصه قدة من دبر شوف قال لي العزيز قال إنه من كيدكون إن كيدكون عظيم يوسف أعرض عن هذا طنش الموضوع ده خلاص وانت يا امرأة العزيز يا زوجتي واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين هو عارف عارف مراته ما قال من الخاطئين مش من الخائنين لا واخد يبالك ده الخاطئة أصعب من الخيانة ممكن الإنسان يبقى خائن بس الخيانة زم بواحد إنما خاطئين دي يعني زنوب إيه زنوب كتير خيانة وكذب وعدم وكل ده اللا طبعا هنا اللي انت اللي فكرتني ما دلوقتي هي امرأة العزيز دي ذاكر ولا أنسة ستة ولا رجل ستة طبعا طبعا صح طبعا طيب نقوله امرأة العزيز خاطئة ولا خاطئة خاطئة طب القرآن قال خاطئ واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين طب الخاطئين دي لما تيجي تعلم العلف من الخاطئات الله عليك من الخاطئين دي الخاطئين يقولك جامع مذكر سالم مجرور مجرور بمين وعلمة جرولياء صح كده طب إزاي هو يجيب لها جامع مذكر وهي أصلا العقل يقولك إنك كنت من الخاطئات عادت تتبع النقطة دي في القرآن بقى لقيت أحيانا القرآن يصف الأنسة بوصف رجل زي ما جاب ستين مريم قال إي في ستين مريم يا مريم اقنوتي لربك وسجودي واركعي مع السجدي الراكعين مش الراكعات الراكعين وهناك في التحريم دي في قالي عمران وهناك في التحريم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات صدقت هي تأهي بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين مش القانتات ليه وصف هنا مريم بكذا قال لك لأن ستين مريم تحملت ما لم يتحمله الرجال فالقرآن وصفها بوصف مذكر عايز يقول يا ناس أنا بلفت نظركم إن اللي تحملت ومريم ما يتحملش بس أنا يعني أنا من المسلمين مش من المسلمات لا ما هو العموم بقى لا العموم يعني أقصد إنه الكلمة مش لازم نسأل ليه يعني هو الخاطئين لأنه فيه رجال أو أستاذ بيخطئهم ماشي ما هو ده بقى تأملات قرآنية أو تحليلات قرآنية فليه قال خاطئين مش خاطئات قال لك لإني أصلا دايما أعزكم الله لا حرش في الدين إن السيدة تبقى هي مطلوبة مش طالبة حتى لو رغبت في العلاقة الصح إن الرجل اللي يجري وراها هو يطلبها فهي بقت شبهه الله يفتع عليك هي بقى هي اللي بقت تجري وراها سيدنا يوسف من الخاطئين الله يفتع عليك